دخلت إيران السوق النفطية من أوسع الأبواب بعد رفع العقوبات عنها فهي تمثل 32% من حصة إنتاج منظمة أوبيك وتملك ثاني أكبر احتياطي غاز بعد روسيا بالتزامن سجدت أسعار النفط أكبر انخفاض لها منذ أكثر من عشر سنوات وهذا الانخفاض مستمر لا سيما مع دخول منتج كبير للنفط مثل إيران لتنافس الأسواق العالمية اليوم إنتاج إيران من النفط هو حوالي 3.4 مليون برميل بالنهار وفي عندها قدرة حوالي 500 ألف برميل يومياً نصف مليون لتزيدها وبالتالي على الأكيد هذا ما حيلعب إلا لينزل الأسعار بموضوع الغاز تاني احتياطي عالمي هو لإيران بعد روسيا وقبل قطر بحوالي 1200 تريليار قدم مكعب اليوم بدأت نافذ إيران على أسواق مثل أوروبا بدأت نافذ العملاق الروسي بدأت نافذ أمريكا على بلدين مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند بالتالي الشغلات الضخ الجديد بدأ يروح من درب دول مثل دول الخليج وحتى من أمريكا سنوات العقوبات تحاول إيران تعويضها من خلال اكتساب خبرات في هذا المجال عبر الشركات العالمية العملاقة وهي لهذه الغاية استضافت مؤتمراً ضمن نحو 140 شركة من 45 دولة يعملوا الإيرانيين أنه اليوم عم يستقطبوا الشركات اليوم لأول مرة فيه كونتراع عم ينعمل بإيران بيضمن حقوق المستثمرين وبيضمن الشراكة مع الشركات الأجنبية اليوم كل دول الأوباك ما بدوا نخسروا الإيم السوئية والحصة السوئية وبالتالي منهم مستعدين يقلصوا الإنتاج اليوم إيران كمان حتفوت بهيدا المبدأ وبالتالي حتضخ كميات كبيرة من النفط الخام علماً أنه عنده ناقلات وعنده كباسيتي بحدود 500 ألف برميل مثل ما قالنا لنص مليون برميل يومياً قدرين تكبهم بالسوء وهيدا حينعكس يعني انخفاض أكتر بالأسعار لبنان البلد الموعود بثروة النفطية على طول شاطئه ومع انخفاض الأسعار العالمية قد يفقد الجدوى الاقتصادية من هكذا استثمارات لكن الإنتاج لن يبدأ قبل خمس سنوات من تاريخ بدء العمليات التنقيب ما يعني استقطاب الاستثمارات النفطية يبقى قائماً بدنا نشتغل على جذبة مجدداً هيدا الأهم اليوم بهيك سعر بهيك سعر بـ 20 دولار بـ 25 دولار قد يكون فيه جدوى اقتصادية غير مجدية لهيدا الموضوع ولكن نحن بس لما نطلع لبعض خمس ست سنوات اليوم هيدا سايكل بالإندستري يعني اليوم الأسعار معروفة بتطلع خمس سنوات البروجيكشن كل التوقعات لا المدى المتوسط والبعيد هي واعدة وبالتالي لا يجب انه نتوقف بموضوع النفط والغاز والاستكشاف بلبنان أما الخوف من انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى انكماش في الاقتصاد العالمي يقول الزهبي إن التأثير السلبي سيكون عند الدول النفطية إنما باقي الدول فستشهد نمواً وفرق الأموال التي كانت تدفع بدل النفط تتحول إلى قطاعات منتجة وبالتالي ينعكس نمواً عالمياً باسل العريضي قناة الجديد